جاءني دلوقتي ان بليا الدلدول كلب سيدو يبدو ان احنا لازم نرد عليه بما يليق بي بليا الدلدول كلب سيدو دايوس الرياضة المصرية والاعلام الرياضي المصري قال لك هي قال لك انا بنتقد عودة عضوية عبد النصر زدان الى الزمالك بعد ما كانت لما شابه من مجلس مرتضى مرسولة المجمد اتمنى ان لا يحزن احد مني ومن كلامي كلامي لمسؤول لجنة ادارة الزمالك لا يجب ان يتواجد داخل نادي الزمالك يقصي وهين النادي انت اللي ارعى الزمالك وانت اللي لا يجب ان تكون داخل نادي الزمالك لانك هرامي وافاق ولص وكلب انت اللي يجب انك انت تب منبوز لانك انت في يوم من الايام عتضرب بالجزم لانك انت اقضر ما خلق الله اه انا شرف لي ان انا اكون عضو عامل في نادي الزمالك وشرف لي ان انا اكون عضو عامل في النادي الاهلي وشرف لي ان اكون عضو عامل في اي نادي اختاره بالفلوسي وابعرق جبيني من غير مسرق حاجة من حد يا لص يا كلب سيدك لكن عطي فضل انت تحت الجزمة مهما عملت ده ردي عليك ومالك شو ردي عندي غير كده غصبا عنك على فكرة ولو ما رجعت ليش دهائي ولو ما رجعت ليش كانت اترجع لي بالمحكمة غصبا عنك ولكن يا ترى هو انت عندك عضوية في الزمانك ولا مستني حد يعملها لك ببلاش ولا مستني رجل اعمال يتفحالك من تعيش سفلقة على خلق الله انت اقذر ما خلق الله في الارض والله العظيم يا بيليا يا دلدول ما شفت اقذر منك في الوجود وموت كده بغيزك موت موت بغيزك اعمل اللي انت عايزه في الاخر زي السرصار تحت الجزمة زي السرصار كان داخل مطعم من كم يوم وانا مرضيتش اقول لكم الحكاية دي هو مشاهده طبعا في الزمالك لانه ما ينفعك يروح يدفع الاف مستني حد يدفع عمله كلب كلب ثلوس كان داخل مطعم من كم يوم فطفل مع والده فبيقول له انا بشوف ده يا بابا في التلفزيون فهو جال للرجل بيقول له اه انا فلان الفلاني المزيع مش عارف ايه رح ابوه عارف ابو راجل محترم يعني اهلاوي محترم وجدع يعني صديقنا فبيقول له بيقول له ما ده عارف عمو عبد الناصر ده عمو عبد الناصر ده ما عمو عبد الناصر في الاعلام فاخد بعضه ولا زي الافة مجرد ما سمع الاسم زي الافة على اقول اخص عليك راجل كلب اخص عليك احمق او الله العظيم احمق وسافل ومنحط وبني ادم لا تستحق الا ضرب الاحزية او الله العظيم لا تستحق الا ضرب الاحزية